بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمل التحايا والترحيب وقدمها لكم مشاهدين الأكارم مشاهدي قناة كربلاء الفضائية السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تراثنا الإسلامي تقبل الله أعمالكم تقبل الله صيامكم ما زلنا وإياكم نجلس على المائدة الرمضانية مائدة الرحمة مائدة المغفرة مائدة الطاعة لله تبارك وتعالى ونيل المقامات والدرجات العلى لا تنسون من خالص دعواتكم في هذا الشهر الفضيل في بداية هذه الحلقة أود أن أتوجه بالتحية إلى ضيف هذه الحلقة وضيف الدائم لهذا البرنامج المحقق والخبير في التراث الإسلامي سماحة الشيخ محمد الحسون حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ تقبل الله أعمالكم الله سلامكم ومرحبا بكم سلامكم الله سماحة شيخ ونحن نقترب من ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه في النصف من رمضان لا بد أن نخصص بالتالي حلقة حول هذا الإمام والشبهات التي أثيرت حوله في الواقع سؤالنا لكم سمحت شيخ لماذا عمل معاوية ابن أبي سفيان جاهداً لإثارة الشبهات على الإمام الحسن عليه السلام وتشويه سمعتها أمام المسلمين من خلال طبعاً الروايات اللي نقراها والتراث اللي واصلنا من كلام معاوية على الإمام الحسن سلام الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أبي القاسبي محمد اللهم صلى على محمد وآله محمد الإمام الحسن سلام الله عليه تعرض لمطلومية كبرى وقد يتصور البعض أو ليس لديه اطلاع على مطلومية الإمام الحسن ويتصور بأنه فقط الإمام الحسين سلام الله عليه تعرض إلى مطلومية وقت الصحيح مطلومية الإمام الحسين في يوم عشرة وما جرى عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وعياله يعني هي مطلومية كبرى وليس لها مثيل في التاريخ عموماً قتله وأصحابه وأهل بيتي حتى النساء والعائلة تعرضت إلى السمي لكن الإمام الحسن سلام الله عليه أيضاً تعرض في حياتي وحتى بعد وفاته وبعد استشهاد إلى مطلومية كبرى ومطلوميته لم تأتي فقط من الأعداء من حتى بعض الأحيان جاءت مطلوميته من الأشخاص المحسوبين عليه الأشخاص الذين كانوا يحاربون معه لما صالح معاوية حتى أن أحد قادة الجيش دخل عليه وقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين الإمام الحسن سلام الله عليه كان مجبراً ومرغماً أن يتصالح مع معاوية ابن أبي سفيال أنه ما عنده أنصار أنصاره قد نعم قل ومعاوية قد عمل على تجاذب واستقطاب نعم بعض الأشخاص الذين كانوا مع الإمام الحسن وهؤلاء الذين لم يكونوا يعتقدوا بإمامته ولا بأصمته بل هؤلاء يكونون مع كل حاكم إجا الحكام أو الأشخاص الذين قبل الإمام علي أصبحوا معهم وإجا الإمام علي صار ويا وإجا الإمام الحسن صار ويا إجا معاوية صار ويا على أي حال إمام الحسن إنما صالح لأنه ما كان عنده أنصار كذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه جلس في بيته لمدة 25 سنة وهو يشير في خطبته الشخشقية فصبرته وفي العين قدى وفي الحلق شجاء أرى تراثي نهبة أرى تراثي نهبة ثم يقول نعم في هذه الخطبة وهو يعني يخير نفسه بين أن أصول بيد أصول بيد جذاء يعني ما أدى أنصار أو أصبر على طخية عمياء فصبرته وفي العين قدى وفي الحلق شجاء المطلومية التي تحرض لها الإمام الحسن والشبهات التي أثيرت حوله جاءت بالدرجة الأولى من قبل محاوية بن أبي سفيان بشكل خاص ومن قبل بني أمياء ثم جاء بن العباس ماذا؟ واستمروا على هذا المنوع السبب الذي أدى إلى معاوي أن يشن هذا الحملة على الإمام الحسن ويعطي العطايا والهدايا والأموال الكثيرة لبعض الأصحاب لكي يضعوا أحاديث تنقصه من منزلة الإمام الحسن سلام الله السبب هو أنه في بنت من بنود الصلح الذي حصل بين الإمام الحسن ومعاوية أنه يكون الحكم بعد معاوية إلى الإمام الحسن سلام الله وإن لم يكن الإمام الحسن سلام الله فالأخي الحسن سلام فينتقل الحكم إلى من؟ ينتقل الحكم إلى الإمام الحسن سلام الله لذلك سعى معاوية بكل قوة وبدل خصارى جهوده وبدل الأموال الكثيرة في سبيل تشويه سمعة الإمام الحسن سلام الله وعطى أموال حتى لبعض الصحابة ماذا؟ أن يتقولوا على النبي وهو ويضعوا أحاديث في ذمه الإمام الحسن سلام الله طبعا معاوية كان يصور الإمام الحسن بأنه شاب يعيش في حياة ترف ونعيم ويلبس الملابس الثمينة ويأكل أشهل أطعمة ويقضي وقته بين الملذات ملذات مع النساء ويتزورت ويطلق ولا يهتم بأبور المسلمين الهدف من هذه الأكاذيب وهذه الإشاعات التي بثها معاوية وبثها بنؤمي وبثها مع الأسف من الصحابة الذين أعطاهم معاوية الأموال أن يبين معاوية للناس أن الإمام الحسن لا يليق لاستلام الحكم أو لاستلام مثلا الخلافة وهذا أصلا لا يهتم بأمور المسلمين هذا شعب يلبس ويبدل وصاحب ملاهي ونساء وجواري فهكذا شخص لا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون إماما أو يكون خليفة أو يكون حاكما على المسلمين ولكن هذه طبعا لم تؤثر يعني على سمعة الإمام الحسن أنت الأشخاص العلماء أنت الأشخاص الذين يعرفون وأهل العقل والهجاة نعم قد انطلت هذه الدعايات على بعض الناس فلما وجد معاوية أن هذا لم يلفأ فعمد إلى سم الإمام الحسن وماذا؟ وقتله مسموما حتى يتخلص نعم يتخلص منه هذه السياسة الخبيثة التي اتبعها معاوية في تشويه صورة الإمام الحسن سلام الله عليه وإظهاره بأنه رجل أهل الدنيا وأهل خوان وطعام وعزائي ونساء وملابس وكذا وكذا هذه السياسة مع الأسف وهذه بعض من هذه الحاديث تسربت إلى بعض مصادر أهل البيت أيضا وهذا الشيء العجيب الآن لما تقرأ بعض المصادر شبها بعض هذه الأقوال أو بعض هذه الروايات موجودة وطبعا هي ضعيفة في نفس الله ولكنها ماذا؟ أدخلها ما هو أدخلها الأمويون والعباسون الذين جاءوا من بعدهم في سبيل تشويه صورة أهل البيت يعني أنت الآن مثلا أنا أذكر في العراق وحتى هنا أنا أتشوف بعض الكتاب وبعض الخطباء يعني بعض المنبريين لما يريد يتحدث عن الإمام الحسن سلام الله وأنا أذكر يعني واحد من المنبريين يجي يقعد ويتكلم عن الإمام الحسن وبالأخص في ليلة ولادتي أذكر يأتي يصف ملابس الإمام الحسن الإمام الحسن كان يلبس الملابس السمينة عمامته بكذا آلف درهم أو دينار ثوبه بكذا آلف ما أذكر درهم أو دينار عباءته حتى يذكر نعله اشترى نعلا مثلا بكذا بكذا ثم يأتي ويسلط الضوء على صفاته الجسدية إمام الحسن كان جميلا حلو حواجبها كذا وعيونه كذا وخد كذا وعنقه كأنه إبريق فضل وأسنانه كذا وكذا وكذا هذا ماذا يستفيد من هذا الوصف نحن نقول صحيح إمام الحسن كان جميلا وسيمة وكان أهل البيت كلهم هكذا لكن الشاب الآن ينتظر من الخطيب من المنبري ينتظر من الكاتب الذي يكتب أو يتحدث عن الإمام الحسن سلام الله وحتى في الفضائية أو في برنامج يتحدث عن علم الإمام الحسن سلام الله يتحدث عن تفسيره عن فقه عن حديثه يتحدث عن زهده عن ورعه عن عبادته عن دوره في المجتمع دور ماذا استفاد المجتمع من الإمام الحسن ما هو دور الإمام الحسن في هداية الناس في تعليم الناس الإمام الحسن هو الحجة هو حجة الله في الأرض هو الواسطة بين الأرض وسماء وهو أسوى لنا وقدوة لنا فأنت أيها المنبري أيها الكاتب أيها المتحدث تبين للشباب ما هو دور الإمام الحسن كيف عمل في مجتمعه ماذا استفاد الناس والشباب من الإمام الحسن سلام الله عليه هذا المهم أما أنه إنت تقعد تسوي لي عيونه كذا وخد كذا وشعب كذا هذا الصحيح نحن لا ننكرها لكن الشباب الآن ماذا يتوقعون ماذا أن يعني أن يتطرق المتحدث والمتحدث إلى كلام ينفعهم عن الصفحات العلمية في الدنيا والآخر ومن مطلومية الإمام الحسن الذي عمل عليها بنو أمي ومن بعدهم عمل عليها بنو العباس هو ماذا هو إطلاف تراث الإمام الحسن سلام الله عليه الآن حينما تراجئ التراث تجد أحاديث قليلا مروية عن الإمام الحسن لماذا؟ طبعا أنه بعض الأعلام أخذ أو أراد أن يوجه نقول بأنه كان يعيش مع أبيه مثلا والناس تسأل الإمام الحسن أو أنه عاش مثلا في فترة في فترة كلها مثلا حروب وفتن صحيح ولكن نحن نعتقد بأن الأمويين عملوا يد عمضت يد عمضت تثري تراث الإمام الحسن فلم يصل إلينا من تراثه إلا القليل القليل ومن ثم من مطلوميته التي عمل عليها بنو أمية روجوا بأن الإمام الحسن كان مزواجا المطلقة ويزواج ويطلق وصاحب ملات هذا كله أدى إلى التشويه سمعة الإمام الحسن سلام الله وهذا طبعا جزء من مطلوميته سلام الله عليه أريد أن توقف عند هذه المحطة سمحت الشيخ وهي ما أشيعها عن إمام الحسن عليه السلام بكثرة الأزواج لكن لا بد لنا من وقت قصير قبل أن نكمل الحوار معكم إن شاء الله مشاهدين الأكارم مستمرون بعد هذا الفاصل ابقوا معنا قارئ القرآن الف تحية قل لي بربك أي باب تقرأ يا قارئ القرآن الف تحية قل لي بربك أي باب تقرأ يا قارئ القرآن رتل وارتقي فالرب يدزل والقراءة تشفه يا قارئ القرآن رتل وارتقي لك في رحاب الله عيش عيش أمتع واشرح فؤادك بالكتاب وذعبه في دهرنا ولك المكان أرفعه العلم نور انتصار عثيذة والجهل مرور الدهر لا يتجرع والنفس في روض الكتاب سعيدة والعين في حسن اللطائف ترتع آي الكتاب خزائد مملؤة بالمكرمات وكل دار بلقه حياكم الله مشاهدين الأفاضل مرة أخرى في الفقرة الثانية من هذه الحلقة من برنامج تراثنا الإسلامي تكلمنا قبل الفاصل حول مجموعة من النقاط المهمة في حياة الإمام الحسن سلام الله عليه وفي مظلوميته ونحن على أبواب ولادة الإمام الحسن المشتبة ذكر سماحة الشيخ أن معاوية عمد على تخريب سمعة الإمام الحسن سلام الله عليه من خلال دس بعض الشبهات وشراء بعض الذمم في نشر ما هو غير صحيح ونسبي ما هو غير صحيح للإمام الحسن بالتالي كان هناك معاهدة بين الإمام الحسن وبين معاوية وذكر فيها أن الخلافة بعد معاوية ترجع إلى الإمام الحسن وإن لم يكن إمام الحسن لذلك عمل جاهدا على تخريب سمعته سلام الله عليه من أجل أن لا يتم ذلك ثم قاموا بدثر أحاديث وتراث الإمام الحسن سلام الله عليه ما استطاعوا وعملوا كما ذكرنا على نسب ما هو غير صحيح توقفنا عند هذه النقطة وهي أنه نسب للإمام الحسن وأشيع عنه بكثرة الأزواج وأنه مزواج مطلاق سمحت شيخنا توجه إليكم في هذه الفقرة من هذه الحلقة ما هي حقيقة هذه القضية التي كثيرا ما نسمعها يعني في كثير من المجالس تثار هذه المسألة أو نسمعها بمختلف المنصات هذه الشبهة وهذا كلام عن الإمام الحسن طبعا هو لأن أول من أثاره هو معاوية بن أبي سفيان نعم وطلبه من المغيرة بن شعبة أن يبثها في المجتمع الإسلامي نعم وعمل معاوية بكل جهده وعطى الأموال والهدايا والصلاة إلى بعض الأشخاص وحتى بعض الصحابة طبعا يبثوا نعم هذه هذه الشبهة أو هذا الكلام نعم وطبعا هو الهدف هو تشويه سمعة الإمام الحسن سلام الله عليه وأظهاره بأنه رجل صاحب ملذات وصاحب دنيا ولا يصلح أن يكون إماما أو خليفا أو حاكم ثم جاء بنوا أمين وعملوا على ترسيخ هذا الكلام وهذه الشبهة على الإمام الحسن بغضا منهم لأهل البيت وطبعا ثم جاء بن العباس أيضا أيضا عملوا على ترسيخ هذه الشبهة يعني شبهة يعمل عليها حكام وخلال عقود بل خلال فلنق القروم من طبيعي أنه ماذا تنتشر وعن بعض الروايات وبعض الصحابة أيضا قد تحدثوا عنها ونسبوا روايات وأقوال لإمام عليه سلام الله عليه في هذا الموريد فطبيعي أن ماذا تتجذر مثلا وتنتشر لكن أنت الآن لما تجي وتراجع التراث أو تراجع كتب التراجم مثلا كتب السياة تجد أرقاما حجيبة في عدد أزواج الإمام الحسن سلام الله عليه وهذا غير قابل للتصديق يعني حتى أن العقل لا يمكن أن يصدق بهذه الأحتاج وحتى هناك روايات وحتى أن بعض هذه الروايات قد دخلت إلى التراث الشيعي أيضا وحتى بعض الأقوال أيضا دخلت إلى التراث الشيعي ولكن حينما نمحصها ونقف عليها نجد أنها روايات ضعيفة قطعا وأنها مرتودة يعني أنا الآن إذا أريد أذكر لك عدد الأزواج عدد زوجات الإمام الحسن الموجود في التعريخ وأنا أضع هذه الأرقام أمام المشاهد وهو يحكم أقل عدد موجود أن الإمام الحسن تزوج 56 زوجة أقل عدد وهذا موجود في كتاب دعائم الإسلام للقاضي عن النعمان بن محمد المغربي الإسماعيلي المتوفى 363 هجحية 56 زوجة من أعلام القرن الرابع نصرع بأن الإمام الحسن تزوج 56 زوجة هل اكتفوا؟ لا يأتي الشافع ابن عساكر الدمشخي الشافع المتوفى سنة 571 وأيضا الصبدي في كتابه الوافي بالوفيات المتوفى 764 ويزود العدد إلى 70 يقول أن الإمام الحسن تزوج 70 عمر هناك كافي؟ لا يأتي ابن سعد نعم في كتابه الطبقات مزيان؟ هو ابن سعد متوفى سنة 230 نعم وينقل عن زوجات الإمام الحسن ويوصل الرقم إلى 90 90 زوجة 90 وجاء الذهبي في كتابه سيار إعلام النبلاء ونقل عن ابن سعد هذا الرقم شو؟ يقول تزوج الإمام الحسن بتسعين زوجة نعم قضية خاصة ليلان يأتي ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الأمم والملوك نعم ويزود الرقم إلى 200 200 زوجة بعيد تضير يعني هاي كل شهر شهرين يأخر لزوجة أنا قلت لك هاي العرقام حينما تعرضها على العاقل لا تقبل هؤلاء يصرحون متخمينا تزوج إمام الحسن بـ 200 200 زوجة أمراء ثم يأتي شخص اسمه أبو طالب المكي صاحب كتاب قوة القلوب في معاملة المحبوب نعم يزود الرقم إلى 250 وهذا الرقم طبعاً يحكيه ابن شهر آشوب عنه يقول بأنه في كتاب نعم في كتاب قوة القلوب في معاملة المحبوب يقول ماذا بأن الإمام الحسن تزوج 250 نعم ثم هناك قول أيضاً ينقله ابن شهر آشوب عن بعض الأعلام المخالفين نعم يقول ودع بعض أعلام المخالفين بأن الإمام الحسن تزوجه بـ 600 أمراء ما شاء الله شو بدأ 56، 70، 90 إلى أن وصل إلى شهر آشوب؟ 600 أمراء وصل إلى 600 ثم يأتي المناوي الدمشقي محمد بن عبد الرؤوف المناوي الدمشقي المتوفى 1031 عنده كتاب اسمه الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية نعم يوصل الرقم إلى 700 ما شاء الله يصره يقول بأنه لمعمل حسن تزوجه بـ 700 أمراء وهناك قول أيضاً موجود عنده بعض أعلام المخالفين يوصل الرقم إلى 900 نعم وهذا الرقم ينقله سيد حسن الصادر في كتابه الدرر الموسوية في شرح العقائد الجعفرية يقول هناك من أعلام المخالفين من الدعاء بأن الإمام الحسن سلام الله عليه تزوجه بـ 900 أمراء هل يمكن؟ يعني هذه الأرقام الآن نحن نعرضها على المشاهد على المستمع يزوج 900 أمراء هذا هذا التفاوض هذا زوجك في زمان الإمام علي بعد وفاة الإمام علي إمام محصول أنت الآن لو تراجئ التعريخ تراجئ التراه الثابت والصحيح من أزواج الإمام الحسن سلام الله عليه هو عشر زوجات أو دعش يعني الآن هناك في كتب التعريخ والتراث وكتب الأنساب يذكرون بأنه تزوج ويذكرون أسماءهن فلانة ويذكر اسم أبوها ويذكر اسم قبيلتها أو عشيعتها لأن القبائل العربية ماذا؟ كانت تفتخر بأن تزوج بنتها أو بناتها إلى الإمام الحسن سلام الله الآن أنت أوهد من المشاهدين يقول شيخنا حتى عشرهم كثير هواية يعني يعني المعمل الحسن يتزوج عشر نسوان نقول لا مو هواية لأنه المتعارف عند العراق في الجاهلية وفي الإسلام كانوا يتزوجون بنساء كثيرا طبعا مو في آن واحد لا طبعا يعني الشريعة لا لا تتجوز أكثر من أربعة أكثر من أربعة فإما كان هناك أمراض الزوجة تموت أو لسبب آخر نعم مثلا يعني طلقها مثلا والآن أنت لو تراجع أسماء الحكام والخلفاء وشوف عدد الزوجات يعني عادي الأزواج شوف ماكو أحد نزوج أقل من سبعة وثمانية أو عشر ماكو فعدا لماذا الإشكال فقط يرد على الإمام الحسن سلام الله الآن أنا أذكر لك عدد أزواج مثلا العشرة المبشرة بالجنة نعم وهذا صريح وهذا ثابت يذكرون أن أبا باكر تزوجت بتسعة نساء يذكرون اسمها واسم أبوها وهل أنها انجبت أم لم تنجب منه وكذلك فإن عمر بن الخطاب تزوج بدعش زوج عثمان بن عفان تزوج بعشرة الإمام علي تزوج بثمانية طلح ابن عبيد الله تزوجه بثمعش أمرأة الزبير ابن العوام تزوجه بعشرة عبد الرحمن ابن العوام تزوجه بثمعش أمرأة زوجه سعد ابن أبي وقاص نعم تزوجه بثمعش زوجه بل أنه في المصادر يقولون بأن المغيرة ابن شعبة أحصن ثلاثمائة أمرأة في الإسلام يعني عقده على ثلاثمائة أمرأة في الإسلامي يقول ينقله ابن الأثير في عزد الغابة المجلد الرابع صفحة أربعمائة وستة وابن عبد البر في كتابه الاستيعاب المجلد الثلاثة صفحة 368 وابن حجر نعم في كتابه الإصابة في تميذ الصحابة المجلد الثالث صفحة أربعمائة واثنين وثلاثة لا أحد يستشكيل ما كان يعاب على الشخص الرجل إذا تزوج بنساء كثير أما مو سبعمائة مو تسعمائة مو خمسين مو ستين لا أحد يستشكل مثلا على عبد الرحمن بن عوف الثابت والقطعي بأنه تزوجه بسبوط عيش مثلا ولا أحد يستشكل مثلا على الطلحة بنزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وعنده تسعة نساء وأن كان هذه من خصوصيات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وآله فإذن أن الشخص يتزوج بخمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة هذا شيء كان متعارف عليه في الجاهلية وحتى في بداية الإسلام إما الزوجة تمر لكثرة الأمراض أو لا أن الرجل يتزوج بأكثر من أمراض طلبا للأولاد طلبا حتى يصير عدى مثلا أولاد الشيء العجيب أنه لمن تأتي شوف أنه نعم يعني المغير ابن شعبه تزوج أربع من بنات من بنات أبي سفيان نعم خوات معاولة أربع تزوج واحدة أما تموتها ويطلقها تزوج الثانية وحينما جاء وخطب الرابعة نعم حينما يعني المعاوية استلم الحكم وهذه الرابعة بتأبي سفيان كانت كانت عرجاء نعم مو حلوة شوها وعرجاء صحيح فمعاولة أبي سفيان قال إنت جاي تخطبها هذه ترى هكذا صفاتها خير جميلة وعرجاء نعم فقاله إني أتزوجها لنسبها طبعا هذه أخت الحاكم أخت الخليفة والمهيرة بإنما تزوجها ماذا فكانوا يتزوجون بعض الأحيان من أجل النسب بعض الأحيان من أجل الزرية يعني فيه هناك دوافع كثيرة بأنه المؤرخون أو مثلا لا يأتون ويستشكلون على هؤلاء الذين تزوجوا ماذا هذا العدد من النساء أنا أذكرت لك الآن يعني ذلك يسموهم العشر المبشرة بالجنة الواحد شمزة وجمخ فإلمام الحسين إذا كان قد تزوج بعشرة أو داعش مثلا عشرة ظاهرا لأنهم في التعريخ وفي التراث مذكورة أسماءهن يعني فلانة بيت فلان ومذكور لقبها تزوجها الإمام الحسن وعلى أنها عقبت صارعتها أولاد أطفال أو مصارعتها أولاد وقد أدد أولادها وهذه توفيت في حياته يعني فأخذها أو تزوجها يعني أمرأة أخرى هذه الأسماء الموجودة أما هذا الذي يدعي بأنه تزوجها 56 و70 و90 هذا مجرد اتحاء ومجرد أرقام نعم ولا يوجد أبدا ماذا؟ لا أسماء أولاد هذا اللي يقول بأنه لماذا الحسن تزوجها 200 أمرأة أولاد من ذنب بعدين هذا التفاوت بين الأرقام سمحت الشيخ أندل على شيء فإنه يدل أنه ماكو أساس ومصدر للكلام يعني بوين الـ 56 وين الـ 900 وين الميتين وخمسين وين الـ 600 وين السبع يعني تفاوت شاشع الأرقام الحجين وهؤلاء يذكرون هذه الأرقام بدون دليل يعني الآن لما يأتي شخصه يقول بأن الإمام الحسن صلى الله عليه تزوجه بعشرة نساء يذكر أسماء فلانة بيت فلان لقبه أنجبه تم تنجيب متى تزوجها كيف تزوجها زين هي ماتت في حياته بقيت مثلا بعد وفاته أو استشهاده أكون دليل أكون دليل وبالأخص أن العرب والقبائل العربية كانت تفتخر تفتخر بانتسابها بأنها تزوج الإمام الحسن تزوج من عندهم تفتخر بأنها تزوج بناتها هذه الإمام الحسن سي شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله تفتخر فإن القبيلة التي يتزوج منها الإمام الحسن سلام الله عليه ومرأة عين ماذا؟ كانت تذكر تذكرها والعرب والصافون والعرب في هذه الناحية في التراجل والسير والصافون يصفون ويذكرون الكبيرة والصغيرة فإذا هذا الذي يقول تزوج تسعين ومتين وخمسون ما هي أسمعه هذه مجرد والعجب أن هذه الأرقام أو هذه حتى الروايات قد دخلت في بعض الأحيان إلى التراث الشيعي وهذا الشيء وإن كانت هي روايات ضعيفة لكن شوف قوة معاوية وقوة بني أمية وقوة بني العباس بحيث أنه استطاعوا أن يؤفي الأموال الجزيلة والكثيرة حتى ماذا حتى دخلت بعض هذه الروايات إلى التراث الأشياء نتوقف عند هذه النقطة سماحت شيخ مرة أخرى لنكمل أيضا حديثنا بعد فاصل قصير في الروايات تدال على أن الإمام الحسن عليه السلام كان مزواجا مطلقا ومثل ما ذكرت بعض هذه الروايات موجودة في تراثنا مشاهدين الأكارم ننتقل إلى وخفة ثم نعود لنكمل هذا الحوار مع سماحت شيخ محمد الحسون تمينة أن نوفق للقاء بكم للمرة الثالثة في هذه الحلقة من برنامج تراثنا الإسلامي كان الكلام ولا زال حول الحديث عن مظلومية الإمام الحسن سلام الله عليه وما نسبت له من الأحاديث المكذوبة والروايات الغير صحيحة والتي أشار إلى جملة منها سماحت شيخ محمد الحسون قبل الفاصل ومن تلك الروايات التي نسبت ما هو غير صحيح للإمام الحسن سلام الله عليه أنه كان كثير الزواج حيث ذكر البعض أنه تزوج بـ 56 امرأة البعض الآخر 70-90-250-600-700 بل حتى 900 امرأة ذكر أن للإمام الحسن سلام الله عليه 900 زوجة هذا التفاوت بالأرقام وهذه العداد الكبيرة يعني واقعا أمر يتعجب الواحد منه ومثير للتساؤل لذلك نبحث هذا الكلام مع سماحت شيخ بهذه الحلقة شيخنا أريد أسألكم بهاي الفقرة أنه الروايات الدالة على أن الإمام الحسن كان مزواجا مطلاقا وأن علي عليه السلام نهى المسلمين أن يزوجوا ابنه الإمام الحسن هذه الروايات بعضها موجودة حتى في الكافي أو حتى في بحار الأنوار كيف نرد وكيف نجيب على من يسألنا أن هذه الروايات موجودة ترى شوفوا موجودة بالكافي موجودة بكتبكم نعم موجودة في كتبكم وتشيعة بالضبط كيف نرد على مثل هذا السؤال؟ نعم شوف أخ أستاذ حسن نحن في برنامج علمي وفي قناة محتر أمان قناة كربلا فلا بد أن نبحث بحثا علميا والعلماء حينما يتطرقون إلى مشاعر يعني يبحثون بحثا علميا بالدليل والبرهان وعندما يقفون على قول أو مثلا يقفون على رواية ينظرون في سند هذه الرواية وينظرون في متن هذه الرواية صحيح هذا البحث العلمي أما الجحال مثلا ومنهم الوهابية هؤلاء حينما يرون الرواية مثلا في البحار أو في الكافي يأتي ويشحر ويقول هذا هو رأي شيعة أهل البيت والدليل شنو؟ أنها الرواية موجودة في كتاب من خلان والدليل أنه هذه الرواية موجودة في البحار أو موجودة مثل حتى في كتاب الكافي أو موجودة في مقدر حديثي من مصادر مدرسة أهل البيت عليه وسلم طبعا نحن نقول من قال لك بأن كل الروايات الواردة في بحار الأنوار هي صحيحة؟ بل من قال لك بأن كل الروايات الواردة حتى في الكاتب؟ التهذيب والاستبصار والفقيد هذه الكتب الحديثية العربعة من قال لك؟ هل يوجدوا نالك من شيعة أهل البيت من الأعلام؟ من يدعي دعون؟ صحة كل الحديث الواردة في البحار أو في بقية المصادر الحديثية ما عندنا نحن لا نعتقد بوجود كتاب حديثي صحيح من أوله إلى آخره كما هو موجود عند المذاهب الإسلامية عندهم الصحاحة الستة يعتقدون بصحة ما ورد فيها بخالي ومسلم والترمدي نحن لا يوجد عندنا كل هذا الشيء بل حتى أن العلام المجلسي رحمة الله عليه العلام المجلسي متفسد 1110 جديد قام بعمل كبير وعمل يعني يشكر عليه وهو أنه قام بجمع الروايات والأحاديث في كتاب بحار الأنواك وبذل أموالاً وبذل جهوداً وكان يرسل العلماء والطلاب إلى أماكن بعيدة إلى الهند وإلى فلان وفلان دولة حتى ماذا؟ يبحثون عن الكتب وعن الروايات نعم لذلك الرجل قام بعمل ماذا؟ كبير كبير نعم ولولا هو لعله لضاع الكثير من التراث أو من هذه الحادثة لكن العلام المجلسي هو جمع لم يقل ولم يدعي بأنه أورد في البحار ماذا؟ الأحاديث الصحيحة فقط وإنما هو قال أنا جمعت هذه الأحاديث التي أخذتها من فلان المصدر وعنت معيها العلماء تعالوا تفضلوا بحثوا هذه الرواية سنته صحيح مصحيح هذه الرواية متنها كيف مثلا؟ نعم نعم يعني يطابق مثلا المذهب أو لا يطابق المحتوى ماته لذلك هو سماه بحار والبحار جمع بحر والبحار فيه الدر وفيه الصدق وفيه ماذا؟ وفيه الحصاء أيضا نحن لا نقول بأنه كل ما ورد في بحار الأنواع هو صحيح بل لا ندعي بأنه كل ما ورد عدى في كتاب الكافي الذي هو من أفضل الكتب الحديثية عند شئة أهل البيض قطعا هناك أحاديث ضعيفة في كتاب الكافي يعني العلماء ضعفوها نعم وقطعا هناك أحاديث في بحار الأنواع أيضا ضعيفة يعني العلماء المجلس نفسه هو يقول نعم يعني حينما يأتي في بداية هو يقول مثلا رأيت في كتاب عتيق فلان 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 كتاب من عتيق شنه هذا الكتاب من ورده؟ من ورده؟ المجل مشكور على عمله وهو شنه؟ جمع هذه الحديث إذن العالم لابد أن ماذا؟ أو الباحث الرصيب حينما يقف على معلومة يبحثها بحث العلميين ما هو الدليل صحيح هذه الرواية ما هو سندها ما هو نعم المتن مئة 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 لأنه يأخذ بكل رواية وبكل وردة الكتاب نعم نعم وبكل قول ما يقول شيء هذا ليس عمل العلماء أنا شاهدته في مقطع فيديو موجود على اليوتيوب أنه واحد من الباحثين شاي الكتاب البحار أو شاي الكتاب الكافي يقول تفضلوا أن الإمام علي سلام الله عليه نهى الإمام الحسن سلام الله عليه عن نعم ماذا عن كثرة الزواج تعبير هذا يقول يقول قال له عمي بطي عوف هاي السالفة يوميا متزوج ومطلق يوميا متزوج ومطلق يعني فضحتنا قدعم الناس يوميا متزوج ومطلق فما فاد ويا الإمام الحسن شوف الكلام يعني هل هذا يعني مناسب لمقام الإمام علي هل هذا الكلام مناسب لمقام الإمام الحسن يقول فلما ما فاد ويا الحسن كل ما يقول له عمي بطي 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 هاي السالفة ويوميا تزوج واتطلق بالليل تزوج الصباح واتطلق عوف هاي السالفة فلما ما بطي لسوا فقرر إمام علي أن يصعد على المنبر ويفضح الإمام الحسن يعني فصعد وقال لا تزوج الحسن فإنه مزواج والدليل هذه الرواية موجودة في كتاب بحار الأنواع هذا مو كلام علماء مع الأسف الشديد هذا مو كلام واحد عالب يحترم عقله يحترم نفسه صحيح هذه الرواية موجودة في البحار نحن لا ننكر صحيح هذه الرواية موجودة في الكافي نحن لا ننكر لكن هل هذه الرواية صحيحة وضعيفة؟ صحيحة أولا نا بسيطة تجي بالتلفزيون أو شاي الكتاب البحار أو شاي الكتاب الكافي وتتكلم بهذا الكلام هل هذا يريق هل هذا يريق بمقام الإمامة؟ نا نا يعني الإمام علي قال الإمام الحسن بطل معه بعد نقرر نعم يصعد يفضح يعني هذا ليس مناسب لمقام الإمامة أبدا نعم لا شك أنا الآن أذكر لك الرواية التي موجودة في الكافي نا والبحار طبعا أخذها من الكافي من الكافي نقلها البحار ليس مصدرا رئيسيا يعني البحار ينقل روايات من كتب أخرى من بعض الكتب الأخرى يعني من الكتب الأخرى البحار بحد ذاتي ليس مصدرا نا وإنما إلا يعني خليه من الروايات وإنما ينقل من كتب أخرى إذن هذه الرواية التي ذكرها في البحار فهذا الباحث شعلي البحار ويراويه بالتلفزيون هيا رأي مجلب الكافي فكان المفروض بك أن تستشكل ماذا؟ على الكافي في الكافي المجلد الساد الصفحة 56 أنا أذكر الرواية وأذكر كيف أنها ضعيفة حتى على المشاهد ماذا؟ يطلع الرواية تقول عن حميد بن زياد أو عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعي عن محمد بن زياد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام المحمد الصادق أنه قال قال إن علي قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق فقام يا رجل المن همدان فقال بلى والله لنزوجنه شوف يرد على الإمام عمينون هذا ميضا طعن بماذا؟ هذا الشيء الإمام علي يقول لا تزوجوه هذا يقول والله بلى والله خالف قول الإمام علي بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله وبن أمير المؤمنين فإن شاء عمسك وإن شاء طلق إحنا نزوجه إذا عجبته يخليه ما عجبته هذا هذا أصلا الرواية متنها هو ماذا؟ متنها ركيب ثم في سند الرواية وهو حميد بن زياد وهو واقفي نعم وأيضا الحسن بن محمد بن سماعة واقفي والواقفية هذا هم ضعفاء ولا نأخذ إذن هذه الرواية ضعيفة لوجود شخصين في سندها منها الواقفية نعم الرواية الثانية أيضا موجودة في الكافي مجلس 6 صفحة 105 والرواية نعم عن عدة من أصحابنا نعم عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بوزير عن جعفر بن بشير عن يحيى ابن أبي العلا عن أبي عبد الله الصادق إن الحسن بن علي طلق خمسين عمره فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال يا معشر أهل الكوفة لا تنكح الحسن فإنه رجل مطلق فقام إليه رجل فقال له بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله وابن فاطمة فإن أعجبه أمسكه وإن كرهه طلق هذه الرواية أيضا ضعيفة لأنه في سندها يحيى ابن أبي العلا وهو مجهور مجهور لم يوثقه أي شخص إذن الرواية الواردة في البحار أو الرواية الواردة في الكافي صحيح نحن لا ننكر وجود هذه الرواية لكن هذه الرواية ضعيفة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليه ثم إن هذا الأمر بحد ذاته مخالف لمقام الإمامة وقد قال رسول الله لعن الله كل ذواق من الرجال لعن الله كل ذواق مطلق إنته تزوج ويطلق هذا مخالف لشأن الإمامة مخالف لمنجلة الإمامة لشأن مو بس الإمام حتى ما دون مرتبة الإمام واحد عاقل الناس العاديين على الآن إذا شوفوا الوحد يزوج ويطلق ثم هذه الروايات يعني الإمام علي اضطر أن يصعد على المنباب يقول للناس لا تزوجوا الإمام الحسن يعني كلما تكلموا إياه قالوا عمي بطل هاي السال فقال الله ذاك الفاعد ما بطل هذا كلام يعني ما يتناسب لها كلام غير علمي كلام مردود وكلام غير منطقي إذن هذه الشبهة كلها من صنع معاوية ومن صنعي بني أمية وأكدوها بني العباس ولكنها غير صحيحة ومنافية لمقام الإمامة والروايات الواردة فيها وإن وردت في بعض مصادرنا لكنها ضعيفة فهي روايات ضعيفة ومردودة وهذه واحدة من ظلامات الإمام الحسن سلام الله عليه وما أكثر ظلامات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كان حديث نافع معكم سماحة الشيخ كل الشكر لكم والشكر أيضا موصول لجميع الإخوة والأخوات اللي تابعوا هذه الحلقة ولنا إن شاء الله موعد في كل أسبوع في نفسي هذه الساعة لنطرح مختلف العناوين ونبحثها بحثا علميا مع سماحة شيخ محمد الحسون في برنامج تراثنا الإسلامي إلى ذلك الحين أدعوكم في رعاية الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر